وقبل أن نتابع بتفاصيل مشهد الانتخابي في كل أنحاء الجمهورية نتابع أيضا أخبارنا العاجلة وورد إلينا منذ قليل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن التعاون مع دول حوض النيل يمثل أحد أهم ثوابت العمل المصري الإفريقي المشترق خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات بما يسهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشترقة التي تعود بالنفع على القارة الإفريقية جاء ذلك خلال اقتمع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس المخابرة العامة ووزير الموارد المائية والري اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات أنشطة التعاون في مجال الري والموارد المائية مع دول حوض النيل خاصة ما يتعلق بخزانات حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية فضلا عن مشروعات تطهير المجال المائية والحماية من أخطر الفيضانات وكذا إنشاء المراسي النهرية حيث شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على أن التعاون مع دول حوض النيل يمثل أحد أهم ثوابث العمل المصري الإفريقي المشترك خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات بما يساهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة التي تعود بالنفع المشترك على القارة الإفريقية ترجمة نانسي قنقر